طبعا في البداية لازم أوجه الشكر لمجلس إدارة ناد الزمالك ومسشار مرتضى منصور على توفير تبسات راحة الجماهير ناد الزمالك مجلس إدارة حاسس بجماهيرهم يوفر لهم كل حاجة زي ما بيوفر للعيبة في الملعب بيوفر للجماهير كمان حابب أشكر المدير الفني والجهاز الفني بالكامل على العطاء والروح والإصرار والحاجات اللي احنا شفناها كنا نتمنى وشفناها الفترة الأخيرة واضح الروح على لعيبة ناد الزمالك واضح العدالة من الكل سواء من الإدارة سواء من الجهاز الفني العدالة موجودة في ناد الزمالك فجاه التوفيق كمان الملحمة الكبيرة اللي عملها جماهير ناد الزمالك اللي أنا لو اتكلمت عليهم سنين وسنين مش هقدر أوفيهم حقهم حب الزمالك مش اختيار لأ حب الزمالك تولد جواهم بشكل كبير حب الزمالك بالنسبة لجماهير الزمالك مختلف عن أي حد زمالك الانتماء زمالك الوفاء جمهور عظيم دايما موجود معانا في كل مكان وبيروح ورا لعبة نادي الزمالك من سنين السنين كنا متمنى ان الجمهور يرجع تاني وفعلا بدأ جمهور نادي الزمالك يرجع ومتواجد موجود في الملعب شايفين الجماهير وقفت ازاي شايفين الجماهير المسافة اللي بتسافر بيها ورا لعبة نادي الزمالك شفنا صور كتير وشفنا حاجات كتير موجودة على السوشال ميديا طبعا اللي أنا شايفها الفترة الاخيرة ايجابية بشكل كبير دايما كنا بننتقد السوشال ميديا ببعض الاحيان ان هي بتهد اللعيبة وتهد الكيان لكن الفترة الاخيرة فيه ملحمة كبيرة ملحمة كبيرة عملها جمهور نادي الزمالك الحمد لله منظومة كلها داخل نادي الزمالك ماشية بشكل محترم زي ما قلنا قبل كده العدالة موجودة سواء في التحكيم سواء في كل حاجة تلاقي نادي الزمالك ماشي قطر ما بيقفش في محطة ان شاء الله السنة دي خدنا كاس مصر السنة دي كمان اتمنى الحصول على الدوري العام باذن الله احنا قربنا كتير جدا لكن انا دايما بستنى للاخر احتفل مع فعلا صفارة الحكم خلاص الزمالك فعلا حصل الدور اتمنى نقفل الفترة اللي جاية زي ما قلنا وزي ما احنا مركزين كل مباراة مباراة كل مباراة بنكسبها طبعا لازم نشيد بالعبتنا ونشيد بالجهاز الفني ونشيد بالإدارة لانه ماشيين بشكل صح وهو ده اللي احنا عايزين والجماهير هي اللي عايزة كده جماهير نتزة ملك لما بتحس ان لعبتها بتأدي والروح اللي موجودة طبعا لعيبة عليهم جزء كبير الفترة اللي فاتت خاصة لعيبة كبيرة الروح اللي انا شايفها الاصرار اللي انا شايفه التفاعل الكبير بين اللعيبة وبين الجمهور اكيد اللعيبة دي حاسة بجمهورها حاسة بالتعب اللي بيروح لما بسافر انا مشوار كبير جدا خمس ست ساعات وموجود معاك في كل مكان ودايما يمكن شايفين الجو عامل ازاي والظروف المحيطة بي وممكن واحد ما يأكلش لكن يروح تفرج على لعيبة نادي الزمالي فاحساس اللعيبة واحساس مجلس الادارة بجمهين نادي الزمالي كفارق جدا وان شاء الله ده استمر مهم دي تببدايا زي ما قلنا وكاسرار وكعزيمة ان شاء الله الدوري كمان يفر واتنين دوري بوجود فارق اعطقت حاجة كبيرة جدا لجماهير نادي الزماليك وحاجة كبيرة جدا لعيبة نادي الزماليك بتوصله رسائل كتير جدا اتمنى ان شاء الله الاسرار والروح والعزيمة اللي شفناها الفترة اللي فاتت تستمر وانا عندي يقين باذن الله ان اللعيبة خلاص حست بجمهورها حاست ازاي بتفرح الناس اكيد انت كلاعب بتبقى ماشي في الشارع او الناس بتشوفك او الزمال كواهي بيشوفوك بيبقوا طيارين بيك وقلت قبل كده من اليوم مرة انت لما بتأدي بيجيلك مكسب معناوي ومكسب مادي ومكسب كل المكاسب بتلاقيها موجودة طالما انك بتأدي بروحه باسرار طبعا النتيجة بإيه ربنا والنتيجة ودائما زي ما بقولنا ربنا هو العدل ما بيديش الانسان اللي يستاهل ما بيديش الانسان اللي بيخلص فاتمنى ان شاء الله الاستمرارية زي ما قلنا عندنا لسه يعني ان شاء الله الدوري اقترب كتير مننا جدا جدا بإذن الله لكن لسه كل شي وارد فاستمرار اللعبة في التركيز استمرار الجهاز الفني في التركيز ان شاء الله يستمر المباراة اللي جاءت وكمانا خاصة المباراة المقصة كل مباراة بتكسبها بيقربك للدوري بشكل كبير ان شاء الله جمهورنا يفرح وجمهورنا يستحق ان هو يفرح لأن جمهورنا دايماً زي ما قلت دايماً بيعلم يعنيه معنى الانتماء وفعلاً دايماً بيقولك سنظر الله أوفياء وفعلاً هما أوفياء وبيوفوا بكل حاجة وراك في كل مكان بيدعمك في كل مكان سواء في الملعب أو السوشال ميديا